اذا الان جاء دور المسابقة والفائز الاول هو يعني سيفالة المزغني من قرتاج بيرسا. مرحبا بك سيفالة. مرحبا بك سيفالة. مرحبا بك سيفالة مرحبا. مرحبا بك يا سيدي بالنسبة كان نعطينا يعني الجواب متاع السؤال اللي قلنا ما هي جنسية مدرب فريق الترجلات التونسي الجديد. باقبل الاجابة استوفيق حابيت انصراحك الا قبل بنمتهني مش المرقني بنمتهني. اه 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 احمد اعطانا متهني كيف كيف ميساش بس غني عطاني اي ما مرحبا مرحبا. عايفك افضلك. اه اللي جابة هي المدرب الجنسية مدرب الترجلات التونسي مدرب روماني. اي صحيح صحيح. والاسم متاعه هو لورانسيو ريغان كامب. اه 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 سعيب شوائع لتو من الحق ماذا ما حفظناه هو. اه اي لورانسيو كما جديد. اه اه اه. يا سيدي اه جوابك اه صحيح ونجايزة بتاعك هي اقامة لي اه شخصين اه في اه فندق المورادي بالحلمات. المورادي اوتيلس او دولات دووز انبي. قبل ما نمشيو المسابقة اه ثانية يعني عندك حاجة بتقولها. اه عندي تازة في اه حق رئيس النادي اه جمعينة مقرين. سين الدريب الحمزة في وفاة اه شقيقته. اه اللي اسمها سمحني مونية دريدي بها اللي هكا. اي في المونية دريدي اللي هي ولد اللاعب الخلوق واللعب الكبير في جمعينة من كرين حمزة دامرجي تعزينا الحارة للعائلة الكبيرة و و و ان شاء الله في جنة يا ربي. ان شاء الله اغزادة كذلك ما ننساوش اللي يعني اه بنسبة اللاعب اه الجزائري الكبير الشي المخلوفي يعني اليوم وفدته المنية. لعب المدرب. مدرب كبير يعني. لعب. لا نحن نشوف نتكلمه على لعب خطر هو الى فيلي بوجور وقتا كان في الافلان هو قائد الفريق. ولسا اه الاسسلسيسون سبورتي بتاع سنتيتين كان هو قائد الفريق امتاحها. و قدم. الاولى بين جزائرين اللي احترف في بر الجزائر. بالضبط. في فرنسا بالضبط. و ودرب حتى هنا جاء في تونس. خذا يعني اه. هو في المرسة. وخذا مرسوية هو معروف. ودي ما مقيم حسيني في تونس. انا اذكر مرة عملت معه يعني مع اه بعض الهيئات التلفزيونية العربية. وقت انترفيو. احكيلي حتى على نوردين ديوة وقتا كيف يجا يلعب في اليوموج فرنسا قبل. كان يلعب في القسم الثاني مردين ديوة ولا يرحمه. ويقول لي له كان نوردين عايت لوانا نقول له خطر مغروم برشا بام كالثوم. يعني عنده بالنسبة ليه ثم ام كالثوم. يقول له ليه ساعة ساعة امشي للملعب ولا حاجة ما يغرش يعني. شري. ايه. فعليكم الحال لا يرحمه. مثل نقوله. اه حابيت نقول يعني ثم الزهير ملاك زاد قاعد اه. ثم بعد ان يخذوهم بعد شوية في ام تقعد يطلب فينا ان احنا طلبناها في الرياضة الشتوية. اه بالنسبة يعني لل الفائز اه الثاني هو محمد اه امين بن حسن من لوزة من اه اسفاقص. مرحب بيك محمد امين. وبيك اكثر سي توفيق. عاتينا اسم المدرب الوطني اللي كنت تخدم حاليا. اه في قيس يعقوبي. فعلا قيس اه اليعقوبي والهدية متعك زي اه رياضي من النوع الممتاز اه مستورد من اه سبور اه بلوس. اذا كما كنت اه تعرفوا يعني بالنسبة لهذه المرة يعني صارت يعني ان تم ندوة اه قاموا بها بالنسبة لللجنة البراليمبية التونسية. وكانت اه كرمت اه فيها العديد من اله الوجوه الرياضية المعروفة. كما تعرفوا يعني ما حقته الرياضة المعاقين يعني والاشخاص بالضبط هي ذوي الاعاقة. هذه التسبة صحيحة. يعني التورس خاصا على المستوى البراليمبي. كثير من الميداليات خلافا ذاكر للاسوياء. ديما وابدا يجيبونا في النتائج. انا ذكر عام الفين واربعة في اثينا ما يجيبونا حتى يعني حتى ميدالية بالنسبة الاسوياء. وهما تبرك الله اكثر من عشرين ميدالية. وبالرغم اللي مع انت حتى المشاركة في النومبر اقل من برشة بلدان. ونجيبوه اكثر ميداليات. فعلا وعنا نحن بعض الصور اه اثناء يعني الحفل اللي يقيمه يعني في احد النزل بالضحية الشمالية. وكان فيه زادة تكريم بعض الوجوه الاعلامية كما اه لبيب الصغير كما اه السيجاني السلطاني. حتى نوفو البيشي. حتى نوفو البيشي زادة جاي المدة هذي في تونس. جاي جاي وبرشة يعني في ابني. وكذلك زياد السالمي. وغير هم يعني من الوجوه الاعلامية. وهذا انا زي ما وجهولي الدعوة الحق سي محمد المزوقي. اه ولكن عندي صغيرة يعني وانا جابش نتحول ان شاء المرة جاية. ولحنا بالمناسبة يعني سي محمد اه المزوقي بش يجي بحثانا. بش يجي بحثانا وش نتكلمه على هذه الرياضة اللي ديما قاعدة اتوشح في الرياضة التونسية. يعني بميداليات كبيرة برشة. وخليت التونس عاليا وتكون تحت المكانة مرموخة من ضمن في العالم يعني ومن خاصة في العقوان. لا وسايرة منافسيت مع اه ابطال اللي هما في المكانيات المالية يفوقوا مع انت اللاعب البرة حقنا الف لاعب في تونس اللي في الامكانيات المادية. وبالرغم ذاك نفسه الفاهم وينتصر عليهم. بذل 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 بذل. احسن ارقام نحققوها في العلعاب الامبية ديما المتخب البالالامبي. يا سيح. كان شفت الاجواء اللي معناها اللي يتبعها الجمهور التونسيك. يبدي يتبع في روعة ليلي. يبدي يتبع في مسا احمد المصلح. يبدي يتبع في رؤية جباب لي. هذوم اه وليد كتيلة. لسا قبل امتاحهم في تونس كامل العائلات بره. لأ التوى تعرف نوى الحمد لله اذوم بفضل الاسرار والعازمة متاحهم فرضوا رواحهم فرضان. من اللوة الصحية. كان قبل دجاحة القوانين كانت الجوائز اللي تسنت اليهم من قبل الجامعة ولا من قبل اللجنة الاولمبية كانت اقل من الرياضات الاسوية. واللتوى توحيد الجوائز. هذي اول حاجة. ومزي. وياخذوا فيها. ولكن حقا ذا مش مزي. هذي اول حاجة. ثانية حاجة. اه شوف هم التدريبات متاحهم كيفش يتدربوا يعني خاصة في دربوا في الملعب المنزل انا. تادي ضعيفة جدا روعة ليلي مرة في حوار يعني تبكي بدموا. قالت انا باش نوصل نحقق الالقابة ذيك يعني ثم ار ثلاثة سنين ونص لا لجنة اولمبية ولا حاجة شي. فالابطالة ذو ما يعطيهم الصحة. وعلى كل حال من المنتظر انهم باش يواصلوا. لانه ثم جيل جديد الحمد لله. النتاج بتاع باريزة فين واربع وعشرين نجموا نبنيو عليها. وبإذ بذن الله يعني ديما رياضة. اي. واحنا اربع عشرين. اي. عشرين سنة. الا فيل ديما موجودين. وقول حاجة يعني اه كانت فكرة هي يا راي. والله يرحموا اللي وضع القصص بتاع الرياضة هي هو سي علي حار زل الله. اه يرحموا. وكان معاها زادة عبدالحليم الجبالي اللي عمل هو التصنيف فيما يخص الاعاقات معينة يون طبيب. ايه ما فيه تصنيف. بطبيعة الحال. قالوا يندرا نجموا نهار اخر تكون تونس عندها دورك بتعرف فكرة كيما تبدأ زغيرة برجك. تبدأ زغيرة وتكلم. في نهاية الامر. والتي يعني خير من اوروبا وخير من فرنسا وخير من امريكا. وجبنا كثير من النتائج. اي. سي زهير حاضر سيد اوفيق تجم تفضل تحكي معا معنا. بح. اذا اه سي زهير اه ملاك مرحبا بيك. اه عسامي عايسي. اه حبيت نقدم يعني البرنامج هدايا متاعكم انتوما كتونسيين نعرفو تونس تحب تشارك في الالعاب الولمبية الشتوية هذه المرة. اللي بش تشارك يعني بش تنظم الفين وستة وعشرين بمدينة اه ميلانو. نعرفو اه بالنسبة لجمهور التونسي كان يعرف يعني اه جونتان اه لوريمي اللي كانت حصل على الميدالية الفضية في الالعاب الولمبية الشتوية للشباب للأواسط. وثم كثيرك بعض اه اللاعبين الاخرين اللي في رياضات الشتوية اه يعني كانت تحدثنا شوية زادة انتي على اه بالنسبة لمروان اه ملاك. وانتوما كأولياء نحب نعرف ساعة قبل كل شي طوان بعد كان هو باح ذاك يعني تقدم هنا بش نتكلم معاه. يعني كيفاش انتوما كأولياء تأطروا في هذه الرياضة لانها غريبة على تونس وكما تعرف نحنا التقس متاعنا ما يسمحش ولكن الحمد لله بش نكونوا حاضرين في الالعاب الولمبية. ان شاء الله ان شاء الله نكونوا حاضرين. اه التقس في تونس ما يسمحش باش اه للتدريب على 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 الالعاب الشتوية اما تم برشة توانسة في الخارج في السويات في النورجواج في امريكا في الكندا في فرنسا اه في المانيا اه اللي يتدربوا و ويلعبوا بالالعاب الشتوية تم برشة انواعها بتاع العاب شتوية تم تم السنوبورد تم Ст Lif чجانه و cم برشة توانسة اللي يلعبوا ويشاركوا في تونس أوروبية أو إنترنشنالة المشكلة أننا في تونس لا يوجد أفليات للفيدرازيون ونجموش، نشاركوا، وصغارنا ما نجموش، يلعبوا باسم تونس يلعبوا تحت الدربهم تونس أو يشاركوا باسم الفيدرازيون وإن شاء الله نجمو في ميلان ونشاركوا، تونس تشارك لأول مرة في الألعاب الشاتوية وصغارنا اللي عندهم الإمكانيات ويجمو ويترشحوا، يشاركوا في الألعاب هذي وحاجونا نعرفوا نحن الماتيريال متاع السكي وغيره يعني غالي شوية يظهر لي حتى في أوروبا كما الماتيريال متاع السباريكولر الإكيتاسيون غالي، الغالي، الغالي، السكي غالي أموكش غالي يما تو في الوقت اللي يصلوا للنفاو متاع ممارسة ثم دي سبونسور، ثم اللي يصنعوا الماتيريال هذا، يعطيه ويعاونه ويعطيه الماتيريال، يعاونه لذات اللي عندهم الإمكانيات باش تقدم وتوصل بحسي زهير نعرفوا أنت زادا قبلت سعادة السفير تونس في باريس وكذلك عندكم لقاءات هنا يعني مع السحافة الوطنية وكذلك ربما مش كون عندكم موعد يعني في بداية الأسبوع القادم مع سيد وزير الشباب الرياضة سي صندق المورالي يعني هذية بالنسبة يعني الشي هذية أنتم خاصة مستقرين خارج الوطن كيف تلقاوا هالرعاية والاهتمام يعني من الصلاة كيفاش يكون شعوركم يعني؟ بقى شعورنا كون تونس تبعد بلادنا وما هماش مخليين على جنب وسنوغان فيار بتكون نحنا توانسة وإن شاء الله لذاتلات متاعنا يكونوا على النفول اللي تونس تبدأ فيار بهم مر einen qui Romeика مرون لا يتحدث عن المشروع مرون 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 وقالت أريد أن أتمنى أن أعجب أن أتعابه على مدعبات في مدعبات القبيل على المدعبات في نظر التنسيين أحسن هل يمكن أن تدريب على اتفاقه هذا المطابع ويجب أن تنخذي لكي تنخذت الممطقة للتنسيين في المدعات؟ وقد ساعت الكثير من المشاركة، كمعين مع الترميم الدور والفعل ولم يتحرك للمشارة السكي، هناك حجرت كنت في المشارك، وضيف ما أفضل للمشاركة أنني أتفاد، حول نسكك قلبي شجعه، أيضا وأنتمه بديك كما تحصل على يوم مهدي زرلومي و أخرى نعم 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 أنا مهدي زرلومي نعم و أنا وقت في القرية مع نوريزان أكادمي ويوجد هناك جميعاً جميعاً جنطان لوريمي ويوجد هناك ويوجد هناك ويوجد هناك ويوجد هناك وليس أتمنى مع أحدهم مع إيهب آيد نعم معهماً معهماً نعم معهماً معهماً نعم 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 في ياسمين نعم نعم كما جاء الشباب الصغير اللي قاعد طالع عايشين في فرنسا عملوا الفينال متاع سكارا وخرج في تروازيان بلاس ايه على كل حال نحن ان شاء الله بش نخصولكم الهاريخ مكلمة تترشحوا وتتأهلوا يعني الى الالعاب الولمبية هذية تعرفوا كثير من التونسيين مغرمين بهذه الرياضة وبقى محافظين على الجنسية متاعهم وخاصة وخاصة يعني هما حقوا ما يعبروا عليه بالليمينما اللي مكنهم بش يكونوا موجودين في نهائيات الالعاب الولمبية ان شاء الله ننقلو لك يعني فرصة في فرصة قادمة ان شاء الله سيد زهير ومرحبا كذلك ابنك وكل التونسيين المقيمين بالخارج اذا نصلوا الان الى فقرة موسيقية ثم نعود